بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد محمود بن تايك الزهير الأيصر للمغرب النادي الزمالك المعار من سنت تياء الفرنسي يعني ينشر بيانا صحفيا على الانستجرام ستور الانستجرام بتاعته ويؤكد أنه سيقاضي كل من يعني أكد أنه تعطى المنشطات أو أن عينته كانت إيجابية في ورات الأهل والزمالك الصبر الإفريقي هنا أؤكد لحضراتكم أن ما ورد إلي وفقا لمسؤولين سابقين وحاليين في المنظمة المصرية المكافحة المنشطات أن فكرة طبعا اللعب نفى والنهر الزمالك نفسه قال لم تصلنا لعينات حتى لأنه للتحاضر الإفريقي لم يصدر أي نتائج لكن أنا بحكلم حضراتكم فيما بعد ذلك عشان الناس اللي عملها تقول اللقب هيتزحب من الزمالك ويروح للأهل يا جماعة وده مش هيحصل بأي حال من الأحوال اللقب السور الأفريقي أصبح زمالكويا عشان ما الناس ما تقعدش تقول اللقب هيتزمالك هتم تجدر اللقب منه ويروح للأهل الكلام ده كلام هرتلة أنا آسف يعني يا جماعة هم أربع عينات قد الماتش وعينتين بعد الماتش سألت العديد من المسؤولين أكدوا لي أن أربع عينات قد الماتش دول لا يؤخذ بهم إلا إذا لا شارك اللعب في المباراة وطبعا هم قبل الماتش في فترة فمش موجودين الفيصل هو اللي بعد الماتش الزمالك اتاخد منه عينتين والأهل اتاخد منه عينتين الزمالك اتاخد منه بعد الماتش عبدالله السعيد وكونراد مشلك البولاندي بينما الأهل اتاخد منه مصطفى شبير كان موجود في القايمة وطهر محمد طهر للشارك آخر ربع ساعة أو تلت ساعة طب إمتى تكون في تجريد من اللقب إذا كانت هناك ثلاثة عينات إيجابية واحد يقول لي طب ما هو كده كده عينتين إمتى أو ثلاثة حالة واحدة فقط لما يكون في حال الطرد البروتوكول بيقول أن عينتين واللعب المطروض لأن ساعات اللعب المطروض بيبقى بحاسين هم مهايبر مش طبيعي فبيعمل حقا السلوكات غريبة فبيتاخد منه عينة فبالتالي ما بيش طهر حال الطرد لا في الآهل ولا في الزمالك فشكرا يا جماعة الموضوع حتى الآن بعيد تماما هل هناك عينة إيجابية من عدمه هنشوف بقى الوضع إيه لازالت النتائج مش موجودة لكن محمود بمطاك وأكد مجددا أن الرجل نفع عن نفسي وقدرع عن نفسي هدي التهمة وقال أن هو هيقاضي كل من أكد أنه تعطى المناشطات أو أن عينته كانت إيجابية طيب جي نقطة مهمة برضو عشان كل حد ياخد حقه النقطة التانية بعض الناس قالت أن بيرسي تاو اختلف مع مارسيلكولر وتخلقوا مع بعض والشغلانة وحكاية ورواية فأنا بدأت أشوف جماعة وفي حصل وفي مشكلة فما فيش حاجة جماعة الراجل بيلعب والراجل أصلا مقتنع بيه وفنين ما فيش أي أزمة ما بين مارسيلكولر وبرسي تاو ده بيتزمن مع إيه مع وضع بيرسي تاو ضمن نجوم العالم في كاس العالم الأندية اللي لابسين رقم عشر حطين حوالي تسع لعيبة أو عشر لعيبة كم؟ ثلاث صفوف حوالي خمسة لعيبة كأفضل لعيبة إنه لقم عشرة في اللي شيركوف كسر عن الأندية فأنا مستغرب يعني إيه القصة دي فلاقيت إن الموضوع مجرد يعني شائع ومهجة كالعادة فإذا كان فيه هناك شائع على بنتك فبرضو في شائع على وبرسي تاو واللي قال لك وصرح بخير بقول لك ضربوا بعض وطرما جماعة مسكوا لبعض تلاحوا لسه فلا ما فيش كلام كلام ده كله كلام لا أساسا لهم الصحة أدخل فيه جزئية تالتة تتعلق بأكبر قلعة رياضية في مصر كابتن ميدو ده رحك أن مع ريمح الجواد تأيبا وقال لك أنا بحيي الكابتن حسين لبيب إنه لعب في مخ الأهلوية وإنه خلاه من شغله ولازم البطولة تكون قواية فأنا قعدت هتحكوا لله يعني إيه لها في مخ الأهلوية يعني إحنا سيبين الموضوع وعندنا نقول ده ده لعب في مخ الفلان وده لعب في مخ الفلان يعني اللي هو اللي هو إيه يعني يعني هارده كابتن يعني ميدو أنت دلوقتي فيه شاركة أو تاعها بين الزمالك وكشر أبو طارق رجل صاحب محل كشر أبو طارق حط العمارة بتاعته اللي هو عروف في الإسعاف وقال لك أحسن كشري في مصر قلعة أحسن كشري في مصر الزمالك عامل عربية كشري اللي حسن اللي هي لابو طارق وهو الزمالك فدلوقتي هو كده لعب في مخ أبو طارق برضو وليه مش فيه ليه بنقعد إنها تفنن ونقعدها تفلسف ونخلاص الكلام واضح يعني كلمة أحسن قلعة رضية زمالك حق ونه يكتب أحسن قلعة دي كل الاختلاف يا كابتن ميديو اللي حدثك هربت منه وماردش تكلم عنه وكان إبراهيم على الجواد سألك السؤال الاختلاف إن كلمة واللي مش عاجبه هنشيره منوصة تبريداتي أنت لتملك ده يعني إما أن تكون معي أو أن تكون مع الشيطان أو أنت معي أو أنت مع الشر يعني أنت خلاص صنفت نفسك أن أنت الصح أي حد مش مختلف معك لا دا أنت مش مش هتخصمه لا دا أنت هتبعده وخلاص نحصل بسفتك إيه يعني بسفتك إيه لكش صفة طيب فهي دي الخلاف الزمالك أحسن قلعة رضية في مصر وميلو نادي كبير نادي عريق ومؤسسة محترمة هو مجلس دراء برضو محترم دا يعني درشال أنا مختلف مع الكلمة بس يعني نادي محترم ونادي مؤسسة محترمة لك أنا بقول ما ينفعش أنا أكبرك على حاجة أنت مش يعني مش شايفها مش بكلم على أهلي بقى بكلم على كل أندية وتاني قلت مبارح بتاع الصيد شايف إن هو أحسن نادي بتاع السبورتينج شايف إن هو أحسن نادي بتاع سموحة شايف ان هو احسن نادي بتاع الاتحاد سكندري شاوكي وها كذا فحق انت حر انت يعني بقول الجمهور اللي قالي ان انا احسن نادي في الكون لازم احسن قلع على ضيق وين المشكلة بس ما ينفعش النادة انا احسن نادي في الكون واللي مش عاجبه ليش رب بالبحر لا لا ينفعش ف الموضوع ما ادخل بقى في مرحلة التهريك انا ملاقي بقى حساب نادي روما واللي حساب نادي استوفيلا واللي حساب نادي ختافي واختافي يقول لك ان احسن قلعة في مدريد وروما يقول لك ان احسن قلعة في ايطاليا ومعرفش استوفيلا يقول لك ان احسن قلعة يا جماعة خير بقى باعت مادة للضحك بس فدي نقطة مهمة حبيت اه اوضح يعني عشان برضو نقعد نتكلم في الكلام ده ولازم نوضحه بشكل دقيقة عايز اتكلم عن حاجة تانية برضو يعني صفقتين اتقالوا في الزمالك انا عمال اسمها صفقات كتيرة جدا ومش لاقي حاجة زي ما في الاهلي سمينا صفقات كتيرة جدا وفي الاخر ناس طهقت وزهقت وامير توفيق شهر للفاتورة مثال في الناس عن قصة الكندوسي يعني قصة الكندوسي كانت هي الوطر الاخير لكن الناس كانت زهقانا طهقانا تتفاوض مع زين ابن بالعدمة بيجيش تتفاوض مع محمد علي بالرمضان ما بيجيش تتفاوض مع يحيي عطيات الله وتطلع ازمة وسهلانة ولما يدخل الكابت الخطيب تخلص الموضوع زي السكنة في الحلاوة طيب من اللي كان معاهد الامور حتى عمر كمان عبدالواحد كان رايح جاي رايح جاي لغاية في الاخر الكابت الخطيب تدخل طيب وفيه الناس كانت تتحطط الامور دي كانت جنب بعضها وكانت احد اسباب ان امريطا فيه ماشي طيب الناحة التانية انا سمع كلام لوز العنب قالك ان زين الدين العيد المدفع الجزائر اللي هو برضو كان طرف في قصة الكندوسي الزمالك كلمه وانتعمل كمان معاه زوم وقالك انا مستعدك الزمالك طب هو مش كان عايز مش كانش عايز العافة في افريقيا هو الزمالك بتتفاوض معاه اتضحك بقى جماعة اللي انا سمعته قالك اصلي جميز قالهم لا لا زين الدين بالعيد ايه لا انا مش عايز متفعين اصلي الوانش جاي حتى لو الوانش رجع بالسلام قال في السلام علي هو احزن متفعين مصر الزمالك محتاج مدافع كم من احتران اللي حسام عبد بجيلي ولا حمزة المسلوسي انت محتاج مدافع انت دخل على بطولات كتير جدا فلازم يكون عندك اتنين تلاتة سرد بكات على اعلى مستوى معاما واحد رابع تتساند عليه يعني الحمزة المسلوسي ممكن تبقى رابع شوف الناس هبتقول لك ايه حمزة المسلوسي اه يا عم الحاج ماشي انما في النهاية لازم يكون عندك تلكية فيها زين الدين بالعيد مثلا جنب الوانش جنب حمزة المسلوسي جنب حسام عبد بجيلي ماشي شوف بقى بعد كده زنادي بقى معرفش مين على عيني وعلى دراسي انما في النهاية لازم يكون عندك تلاتة اربعة على قدر المستوى فازاي بقى انا اتكلمت على تعليقات اه يعني ابيكو انا اتكلمت اتكلمت على القصة ايه اتكلمت على بنتيك من شوية يرجع لأول فيديو وانا وعدتك ابيكو ان انا هتكلم اتكلمت وهاني هتحوت انا قلتلك هاني هتحوت قال ان في اه يعني اه انبقى جات له كزا واني نالي زي مالك قال ما عندهش اي خلفية عن الموضوع كلمت والله ايا ابيكو من اول اول حاجة اقولتها بالحاجة طيب ده بالنسبة ل اه القصة بتاعت زين الدين بالعيد اللي فوجيت اللي قال لك ايه اصل الزمالك اتفق معان لاعارة تكون مجانا يعني نادي نادي البلجيكي قال لك خدوه اول سنة مجانا وبنية البيع التاني موسم تمنمائة الف اطنور ايه يا جماعة طب ما جايش ليه ده حاجة ده زال الفل حاجة بتكلمني ان هو اول موسم مجانا والتاني موسم بتونمائة الف دولار ما عرفش جابوا الكلام ده بني بس ماشي في النهاية اصل جوميز رفض جوميز رفض طب وجوميز ليه لما جيه ايجارية ان يجير من الاصول الانجليزية ولا الانجليزي من الاصول الانجليزية عين كان الجناح وصم من هو ييجي وجابوه ولعب مبارح مباراودية الزمالك وبيتروشيت والزمالك خسر اتنين واحد واللاجل لها بخمسة واربعين ديئة كل اللي شافه في الماتش قالك ده مفيش ده مجاش طبعا انا ما بحكمش قال عليه العيب من اول ماتش لكن كل التخوفات ان هو يكون سامسون جديد في الزمالك او مودست جديد زي بتاع الاهلي مع ان مودست في النهاية مثلا جاب ست سبعة تجوان انما سامسون ده ما جابش ست سبعة تجوان فقالك لا احنا مش نقصين حتى الوكيل بتاعه لما جابوا قالوا له اتحمل تذاكر التجارة والاقامة حلو حناخده وحش اشمع نفسك مناش رقها المهم ان الراجل ده بقى له سنتين تقريبا ملعب شكورة طب اذا كان الموضوع كده ايه بقى يعني ايه هل ده ممكن يلعب في الزمالك طيب دي بالنسبة للقصة القصة اللي بعد كده عايز اتكلم فيها مهدها مبورة قوية جدا لمنتخب مصر امام المنتخب الموردانية مبورة قوية مش مش حاجة اي كلام يعني فحنشوف الوضع ايه ربنا سهل لمنتخب مصري حقا نتيجة طيبة اللي بعد كده انا بقول لكم ان رغم ان بعد الناس بتقولوا ان مصطفى زيكو الراجل متحفز الراجل اصلا مش عايز كلهم مش عايز ايه لعب مصري لكن القرار لم يقعد قراره القرار لم يقعد قراره دي استراتيجية ناجي حق ده احنا جدا لعيد ده هيتمرم معك هيتمرم معك اللعبة من عدو دي بتاعتك انت فطبعا زيكو جاي والراجل ما كانش مقتنع قوي لكن في الاغلب يعني الصفقة بتتم يعني وفكل وصاني هل هتتم بقى بخمسة عشر اكتوبر لسه بدري يعني النهاردة لسه بنتكلم في في احداشر اكتوبر في زيكو في البنوبي في محمد اسماعيل دول بتوعزد محمد اسماعيل بقل بتفع وزيكو البنوبي ده نحين لسه في مهاجم اجرامي بيقولوا فيه ثلاث سيارة ذاتية امام آآ كولر في النهاية الشد والجذب ده اصبح امر هيبقى يعني يعني ما انهج واسلوب حياة الفترة اللي جاي لان كولر لن ينفرد بالقرار زي ما زمالك دلوقتي انا بحقي مالي صدر ان هو يعني اعمال بيعمل تفاوض وشد الجذب مع جميس وبعض العيبة لكن ما بينفردش بالقرار بلان في العيبة جات وهو يعني قال لك انا مش عايزهم في النهاية المسلم قال لك همشيهم خلص هو شاف مرة واتنين وعشرة وعشرين فبس قناعته انتهى الموضوع خلص الكلام شكرا سلام عليكم وعليكم بسلام لكن لما تلاقي مسلا يعني من ضمن الحاجات الغريبة يعني يعني طبعا قلت الكولر والقصة بتاعته والاهلي دلوقتي ببقاش فيه انفرد بالقرار وده صح زمالك بوضع ناحد تاني قال لك اصل الجميس مش عايز بيك هم لا فن ما حصلش ده الدغوطات كتشقت اعلى على اعلى مستوى عشان بيك هم يروح الزمالك ولا زارت مستمرة فما فيش حاجة اسمها جميس مش عايز بيك هم ده محاولة يعني ايه عشان تقول ايه اصل شو اصل الجميس السبب لا الجميس مش السبب زي قصة تنب دي بالعيد انا مش داخل دماغي يعني كامل احترامه التقدير مش حاجة اسمها جيب بالعيب الجزائري دولي حتى لو ما كانش بالعب في الدولة البلجيكي انه ملعب كويس واقول له اه لا انت ما ينفعش اصلا انت انا مش عايز بدافعيه يعمل عيب كويس وانت فعلا محتاج سببك مش محتاج مش 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 محتاج لا انت محتاج دي كانت ابرز الامور جمعة مباركة عليكم جميعا ان شاء الله شوفكم على الف خير وما تشغلوش دماغه بالناس اللي عمالة تشتم كل واحد يقول لهو عايزه نحن باسم نتكلم في كلام القرى بشكل محترم وراقي حتى لو اختلفنا كل الناس على راسهم فوق شكرا جزيلا شوفكم على الف خير السلام عليكم شكرا جزيلا